وينضم إلينا مشاهدين من بغداد المحللة السياسية سيد زياد العرار سيد زياد مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه أيضا كل عام وأنت بألف خير كيف تنظر لدفاع رئيس مجلس الوزراء عن لجنة مكافحة الفساد؟ هو يقول إنها تعرضت لاتهامات باطلة مساء الخير للحضرت أكثر محمد كل عام وأنت بخير الحقيقة السيد الكاظمي يدافع عن اللجنة التي شكلها وهذا من حقه يرى أن فيها منجزا لمحاربة الفساد لو نعود إلى أصل الموضوع كل متهم بالفساد أو الغالبية العظمى متهمة بالفساد من قبل الجمهور العراقي لكن الإجراءات التي تتخذ بحق مكافحة الفساد ليست بالمستوى المطلوب سواء الآن في حكومة السيد الكاظمي أو ما قبله لكن على الأقل السيد الكاظمي فعل مجلس مكافحة الفساد وفعل هذه اللجنة بالتأكيد تطال الانتقادات هذه اللجنة وتطال أي إجراء يحاول محاربة الفساد لأن القوى السياسية أو غالبيتها هي متهمة بالفساد وهناك لها أذرع لها مكاتب لها شخصيات لها مروجين لها دلالين في مزارات وفي منشآت وفي شركات وفي كل شيء فالتبادل الاتهامات سواء كان دفاع أو اتهام من الطرفين أمر طبيعي فيما يبقى السؤال والتساؤل الحقيقي الذي يجب أن يطرح إلى السيد الكاظمي رئيس الحكومة هل أطلعت الشعب العراقي عن ما هي الحيتان التي ألقيت القبض عليها هل أوضحت لنا كيفية عملية القبض هل جلبت لنا وزيرا من الذين أسرفوا في ملف الكهرباء في ملف الماء في ملف الخدمات هو يقول أن اللجنة وضعت رؤوسا وصفها بالكبيرة في السجن هل هناك معلومات أسماء لماذا وضعوا في السجن ما هي القضايا التي تورطوا فيها هو هذا الذي نتحدث عنه بصراحة نريد أن نرى الفعل ونريد أن نرى الإجراءات حتى نطمئن وحتى يجد السيد الكاظمي مساندة من الجمهور العراقي لا زالت الأمور فيها نوع من الضبابية نسمع عن إلقاء القبض على حيتان فساد على رؤوس فساد وهو تحدث صراحة وبالتأكيد هو لديه معلومات ولديه قرارات وهو رئيس السلطة التنفيذية رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الحقيقة التي يجب أن يعرفها الشعب العراقي وحتى لا ندلس على الشعب العراقي الفساد في العراق فساد مستشري في كل شيء من الإبرة إلى الطائرة التي في السماء حتى عملية التعيين وعملية كل شيء بالعراق يجري ضمن أطر تدخل فيها عملية الفساد المحسوبية والمنسوبية والفساد السياسي والفساد المالي والفساد الإداري مقسم على القوى السياسية ومقسم على الشخصيات وحتى على القيارات الموجودة في المشهد العراقي لذلك إذا أردنا أن نحارب الفساد يجب أن نذهب إلى اتجاهين الاتجاه الأول أما حكومة قوية قادرة على أن تعتقل الفاسد أي كان اسمه وعنوانه وصفته سابقا أو حاليا أو نذهب إلى اتفاق سياسي هذا الاتفاق يمنح الهيئة النزاهة الصلاحية الكاملة بالتحقيق مع كل الشخصيات وعندها قد نرى فعلا حيتان الفساد التي أكلت أموال العراقيين أما الآن عندما يتحدث السيد الرئيس الوزراء الحقيقة ما زلنا في بداية خطوات مكافحة الفساد لكنها خطوة جيدة نعم من بغدادة المحلل السياسي زياد دالعرار شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر